السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم طارق أبو الزاهر في سلسلة محضرات شرح كورس الهتش تيميل إن شاء الله لنردها محضرة مهمة كيفية إضافة صورة الصورة لازم تكون جنب ملف الهتش تيميل فإحنا دلوقتي كيفية إضافتها في جول استيدي قود حضراتكم نعرف في وسم اسمه image نضغط عليه ويدينا خاصيتين الخاصية الأولى بتاعت السورس يعني الامتداد بتاع مين الصورة والألت خاص بالوصف بتاع الصورة حضراتكم نشوفوا الدنيا كده هنيجو دلوقتي احنا دلوقتي الصورة حافظينا في الملف فان موجودة جمع أدراتكم احنا شايفينها لو ضغطنا هنا هنلقوها جمع ملف الهتش تيميل فلو كتبنا اسمها لازم تكتب اسمها بصد هنيجو هنا هنيجو هنا هنيجو هنا ظهرت لك على طول الصورة وضغطنا عليها لو جينا عند المتصفح وضغطنا تحديث الصورة زهرت جدها بكم احنا دلوقتي الصورة دي داخل فولدر تعال نشوفوا الحكاية ازاي الصورة داخل الفولدر انا دلوقتي الصورة دي محدودة جوه فولدر انا هنشئ فولدر جديد وهسميه تيكست وجيت حضرتك حضرتك حضرت الصورة جوه وجيت دلوقتي اعرض الصورة مش موجودة ليه لانه دوقتي داخل ملفة احنا هنعمل ازاي نفس الحكاية لازم نعمل الامتدات بتاع الصورة صح يبقى ايه داخل فولدر فين اسمه تست بعد ندوس سلاش السلاش دي يعني شان يفتح لك المجلد اللي هي جوه الصورة اسم الصورة اتش تي دوت اي بي جي هنختارها نيجي عندنا في المتصفح بتظهر معانا الصورة طب هي لو داخل ملف جوه ملف تعال حضرتك برده نشوفو نجرب الحكاية دي هنسمي مجلد جديد اسمه اندكس ونداخل ملف بتاع المجلد بتاع التكست في الاندكس ونجي دلوقتي حضرتكو نعرض الصورة اندكس لا موجودة الصورة نحن حضرتكو نعمل ايه نفس الحكاية هنمشو بنفس السورس او الامتداد بتاع نعمل اسمه مجلد اندكس حضرتكو جاه و جايب بعدين سلاشها بعدها نكتب التكست اها وبعدين الصورة نقطع هنا تظهر معنا الصورة فاهم حاجة نمشو بها بالصورة الصحية و نكتب الكلمات صحية ايه كلمة ALT دي وصف في حالة انكتة المتصفح مششغال النت ضعيف بتعمل وصف للصورة الصورة دي هخليها على سمسال لوجو هوصفها باسم لوجو جينا هنا اعمال التحديث مفيش ايه حاجة احنا حضرتكم لو حذفنا الكلمة دي الصورة وجينا هنا شايفين حضرتكو نكبر الصورة في حالة انكتة مش محمل عندك او متصفح بصوا او متصفح جديد بصوا او متصفح جديد الوصف ده بيظهر في حالة عدم ظهور الصورة تعالوا حضرتكم نعمل حاجة بسيطة هنرجع الصورة والتست والصورة نفسها و زي ما حضرتكم احنا نصبر الصورة عاوزين نعمل تايتل للعنوان الصورة دي هنجو هنا نعمل و نعمل و نكتب على اسم مثال ايه السوهاجة السوهاجة على حضرتكم كده بصوا اول ما نيجي عندي الصورة زهرت ايه زهرت كلمة السوهاش يبا انت عملت عنوان للصورة طيب احنا دلوقتي عاوزين حضرتكم نعمل طول والعرض بتاع الصورة نفسا الويتس نفسا هنجي نكتب العرض نخلوه على سمسال و بيقى والويتس سواء العرض او الطول بتعامل بالبيكسل هخليه 200 بيكسل و يفضل على سمسال الويتس بس هو ليستخدم لانه هو بيعمل بيزبط الابعاد مع الارتفاع العرض بيزبط الابعاد مع الارتفاع تعال حضرتكم الارتفاع تعال حضرتكم نشوف كده بعملها 200 بيكسل نشوف كده طيب انا اخليها 800 بيكسل حضرتكم انتو شايفين خلاتها 1200 بيكسل حضرتكم انتو كده طيب انا عاوز دلوقتي اعمل الارتفاع الهيط بنيجو هنا برده عشان بدك نشوفه ونحن قلنا وهنشتغل في السي اس اس بس دي مثال بوضحه لكم لان الشغل كله بيشتغل في السي اس اس الشغل الارتفاع والعرض والحدود تعال كده هايت ونجد خلوه 1200 بردك هنا شفت الصورة اللي بعد بتعيتها بعزته كده نعمل حاجه ثاني نعمل حاجه ثاني احنا هنمسح دول وهنعمل البردر البردر ده الحدود نعمل حاجه ثاني نعمل حاجه الظغر عشرة نعمل حاجه ثاني ربما الصور يعني على انظام اللين يعني على سلسة العنصر مش بلوك بس حبيت اوضح لكم وارب تكونوا استفدتم من حضرة مهمة